ناخد نقاط الضعف تعالى بقى شوف هنا احنا قلنا ايه دودو الجناح اليمين اهم لعب فيهم طب هو هنا فين دودو في الصورة ما بيرجعش تماما مع ماركوس روشة او ماركوس روكا الزهير الايمن مفيش حد يرجع معا الصورة دي برضو مهمة معنش عايزة واري في حاجة مهمة جدا لازم نشوفها وقف بس خليه ارجع بالصورة اللي فاتت لو سمحت بس وقف لان الصورة اللي فاتت دي برضو فيها خطأ خطأ هيكون يعني واضح جدا اتمنى اتمنى ان هو يكون نقطة الضعفة عندهم ويحصل خلال الماتشات اللي جاي يعني اللاعب رقم اللي هو عشرة اللي هو ده الباكليفت ده او الستوبر التاني ده اني واحد اللابس اقدر ده ده ستوبر ده ده الوان تقريبا بص بقى الباكليفت الباكليفت اللي هو جورج الباكليفت ايوة اللي هو ده ده الورا اللي هو ده 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 وقفته غلط جدا خلاص ليه لانه المفروض ان الستوبر اللي كان هنا ده اللي هو ده خلاص ياخد المفروض ياخد خطوتين لجوه حيدوم شوية حيدوم شوية وياخد اللابيض اه يعني المفروض كده او او لو الكرة هنا ناحية الشمال اللي هي الحتة الفاضية اللي انت بتقول عليها فهو هيبقى بصين يعني انا حقف كده مظبوط فيا اما اللي وراه هياخد خطوتين للابيض يا اما اللي وراه هياخد خطوتين قدام لزي ما انا عامل السهم كده خلاص فكده كده انت عندك واحد فاضي مع ان العدد اقل خد بالك وده عدم تنظيم جيد في الناحية الدفاعية وبالتالي كرة زي دي سهل جدا ان انا اقدر اعمل كده ويقدر يعمل اه كرة عرضية زي ما انا قلتلك اللي هو يعني انا بشوف ان الستوبر ده اللي هو ده لازم ااخد خطوتين ورا عشان اصواء وقب بيعمل ايه هنا حتى لو فين ساحة لو رقم عشرة ده قطع لجوة وشاة مثلا اوكي مع ان في واحد تالي مثلا فبالتالي انا كده كده عندي اتنين على واحد في اللقطة الاخيرة في الجزء الاخير عشان عايز اشيل الجزء الاخير ده انا عندي هنا اهو التلاتة دول اتنين على واحد يعني بص السهم المعمول ده اتنين على واحد اهو اهو واحد اقدر وما بينهم واحد ابيض قبله واحد ابيض بعده وبالتالي هنا انا وجهة نظري ان ده خطأ واضح جدا انا شفته في تلات اربع لعبات بعد كده لما نيجي نعمله فضل تمام نكمل برضو بقى في واحد اتنين بالزبط كده دودو كمان يا كابتن اسلام الجناح اليمين ما بيرجعش تماما ودي نقطة عشان كده هم ان شاء الله لو مسكوا الكورة تقدر تضربهم فيه الهجمة المرتدة من خلال علي معلون نكمل الصورة اللي بعدها الحالة اللي بعدها هنلاقي برضو نفس الشكل بس بقى فيه صورة اوضح كمان من دي نشوف عاودة طبعا هنا الزهير يتقدم وبيعمل العرضية ودودو لسا مجيش ودودو اصلا مش موجود في اللعبة هم شارك هم برجعش هم برجعش تعال بقى بص الصورة دي دي اوضح صورة احنا برضو هنجيبها من فوق يعني انا جابها من تصوير بص بص دودو فين اللي عليه علامة استفهام رجع متأخر رجع لصورة اعمل علامة الاستفهام عليه هتلاقي نفس الشكل بص دودو فين والباك ليفت هو ودي الجناح معاه بيعملوا الوفرلاب ودودو ما بيرجعش اذا النهاردة دي نقطة مهمة جدا داني لقى طيبان فيها الدبلاب الراجل الباك والجناح طلعين والراجل لسا مرجعش اللي هم سايبين الباك لوحده بيتراع عليه باتنين فبتعمل عليه الدبلاب وفضل مساحة اللي وراه بص بقى الصورة دي اللي هي الدين من فوق ايوة هي دي بص دودو فين بردو ايوة دي اهم صورة بص الصورة دي كمحل الأداء دي مهمة جدا دي مهمة جدا بص الصورة من فوق بص يا كابتن ايمن ناحية اليمين عندهم فيه اربعة ابيض اهو قدام تلاتة اقدر وواحد اقدر رجع متأخر اعتقد اللي رجع متأخر ده دودو مكتوب عليه اسمه دودو والباك رايت والباك رايت اهو يعني احنا اهو الباك رايت لازم يخش لجوه اه يسين المسافة ما بين الجناح وما بين دودو 16 متر فطبعا انت تقدر تستغل الجبهة دي نقطة يعني سلاح مهم جدا بكرا للنادي الاهلي المساحة كويس انها جاء ناحية معلول كمان اه خلي بالك يا كابتن ايمن وخاصة كمان مع اللعبة اللي بيعتمد عليها بيتسو بتحرك طهر على الجنب اليمين وتجميع اللعبة في الجنب اليمين ثم تحويل اللعبة من اليمين لليسار بس بي حاجة كمان يا كابتن نستاذ بعد ايضا بص برضو ناحية اليمين في مساحة كبيرة جدا ممكن برضو يتلاقي فيها صح الجناح برضو هناك ما بيرجعها بالزف يعني بص دي واضحة جدا بص المسافات دي ومساحة دي ممكن يتلاقي فيها برضو بس خلي بالك الباكليفت او الستوبر التاني يوقف صح بمعنى ان هو يعني رحل لجوه بمعنى ان هي لو تلعبت النحية التانية على الاقل حيبقى في واحد على واحد لكن انت هنا اربعة على تلاتة في واحد دايما زيادة في المساحة دي اه هم عليهم مشكلة دايما انا كابتن في المساحة الدولة ما بين سواء جوستافو سكارب الراجل الجناح اللي شنحة الشمال او دول اتنين اجناحة ما بيرجعوش بيصيبوا دايما برضو عمل الصح داخل جوه الملعب لان ده مش حل تاني خلاص ما ده مش حل لكن الازمة كلها ان الراجل الجناح مرجعش الراجل الجناح هنا دودو مرجعش فانت امال لك مشكلة في الحتة دي طيب يبقى لازم ناخد بالنا دايما من النقطة دي خلينا نروح لحاجة تانية لانه ده مهم جدا اللقطة اللي امام حضراتكم دايما الجناحين في فريق بالميرس مهمين جدا لانهم ما بيرجعوش لكن هم عندهم قوة كابتن ايمان في ناحية لهمين طبعا وقرى معهم شكل تاني وقرى مش معا الدفاعي لبعد كده تعال نشوف برضو نقطة ضعف تانية وهي الدربات السابتة تحس ان عندهم نقطة التركيز عمتا او الارتداد الدفاعي بصت ده هم وقفين كلهم على خط واحد دايما اللي رقم عشرة الكرة دي متكررة تعال نعد كده هم وقفين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة تمانية تسعة تسعة وقفين جوه وفي اتنين في الحيطة كمان اصدق ما يبقاش في رقابة على البعيد او على البعيد فانت لو استقدمت الكرة دي لو انت عملت تكتر اهي نفس الكلام يبص هنا كابتن رائعين الان كان فاضي من الاول هو اللي دخل رحلات وتلاتة فاضيين تلاتة فانت النهاردة ممكن تلعب على الضربات السابتة اللي هي بتتلعب على البعيدة وتصلحها المساك سواء ربيعة او ياسر وممكن يوم هو لعبها الجوه يعني ممكن يوم ياسر او ربيعة سواء لو ما جابهاش ممكن يلعبها يصلحها لحد الجوه اي دي تاني نقطة مهمة جدا كهيد لاين بقى انه الماركينج او المسك المان عندهم مشكلة كبيرة جدا هم بيدافعوا زون فلما بيدافع زون ما بيمسكش كواف دول نقطة التانية نقطة مهمة الجناحين ما بيرجعوش الماركينج سيء جدا ما بيعرفوش انه هم يمسكوا خاصة في الكرات السابتة نفس القصر نفس الشكل طيب عشان احنا بس الوقت بيعادي من اينا احنا عددنا مثلا خمس ست دقائق نفس الشكل هيا كابتن اسلام اوه طيب ضربة السابتة برضو مين اللي وقف ورا فانت النهاردة لو استغلت الضربات السابتة يعني ايه مش مجرد مش لعبة واحدة ساو فيها لا ده كذا لعبة بتتكرر يبقى عندهم مشكلة في الضربة السابتة لو لعبتها في التمركز اللي بعد كده يلا خلينا نروح بقى لنادي الاهلي اذا اهم نقاط الضعف اللي موجودة في فريق بالميرس واضحة جدا للكل صح يا احمد اه احنا اتكلمنا على نقاط القوة ونقاط مش معنى ان هم عندهم نقاط ضعف ان هم برضو ان احنا بنقول ان هم فريق قوي جدا 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 ولكن في عندهم بعض نقاط الضعف اللي نقدر ان شاء الله نستغلها او نلعب عليها ومهم جدا جمال ان احنا نبقى عارفين ان هم فريق اعماروا الصينية ام قليل قليلة مش كلية قالت عن المواجهة اللي فاتت اللي كانت في ببراير العمار الصينية بتاعتهم قالت ايوه عن المواجهة اللي فاتت ده مهم جدا كان عندهم لعيبة كتير جدا لماشيروا ستة وعشرين لعيب ستة وعشرين لعيب اللي مش دور معظمهم جبار في السين وعظم اللعبة اللي اتعقدوا معهم حتى اللعبة اللي اتعقدوا معهم في يناير باستثناء ماركوس لومبا الحارس اللي هو واقف في الأربع عموريات الأولانين في الدوري كلهم صغارين معنا ماركوس لومبا بس اللعيب الوحيد الحارس اللي جاوه جايبينه من الانترونيسونال 35 سنة بقيت اللعيبة كلها بنتكلم 24-25 فالمعدل العمري زي ما كابتن إسلام قال قال جدا جدا يعني بالتالي المعدل البدني حيزيد طبعا معدل البدني عزيد ومعدل حصول أنهم موجودين من بدري أو يعني خلصوا مطشهم الأخير ويجوم على طول على عكس منترية خلي بالك نروح بقى كابتن إسلام